سوف نعطيهم مساج للأخذ إلى أنه لم يكن هناك إنسجام وإنسجام وإنسجام جميع مصالح الدولة ومؤسسات الدولة والوزراء والوزارات الدولة والداخلية والخارجية والإعلام والتعليم والثقافة إلا ما كانوا منسجمين ويفيقوا المواطن المغربي على يكون على بال ويعبؤوه لأن هناك من يريد تقسيم المغرب ويعمل جاهداً لتقسيم المغرب جارك اللي إحداك الذي فرض عليك حرباً لم تكن تتوقعها وأكبر أكبر المتشائمين ما كان عمره يتوقع أن جزائر يوماً ما ستهاجم المغرب وستكن له كل هذه العدوة وتعمل جاهدة وصرف الأموال الطائلة وتجوع شعبها وتمحن شعبها من أجل تقسيم المغرب لأجل تموين المرتزقة وتموين الاعتراف بالمرتزقة عبر جميع الدول على الدولة أن تعبئ المواطن المغربي وتخبره بما يجري داخل المغرب وخارج المغرب وكل من روج للفساد في المغرب أو شي حاجة كل ما أنه يريد أن يضعف قدرات أو يبخص ما تعمل بالدولة أن يجهدين في إطار التنية المستدامة فهو بالنسبة لي شاريك في المؤامرة مع الجزائر والشعب الجزائري كاملاً معبأاً مكوناً مجنداً ضد المغرب وضد الوحدة الطرابية المغربية وحتى ضد تاريخ المغرب وحتى ضد رمزية ملك المغرب وملك المغرب وتاريخ المغرب حتى يريدون سرقة كل طرات المغربية ونسبهم إليهم ويتهمون أن المغرب هو من سرقة طرات الجزائر وإسم المغرب الذي كان جزائرياً كتشوفوا قاعد شيء وكتضحكوا يجيكم ضحك هاتشيرة أوفيسيال رايزون ديجا سنسبلزي ديغون سيزة وصنطاني ستين سنة من التجين ستونة جانة من تكوين جيل معادي للمغرب ولم تكفي ستونة سنة واليوم لغسي كلاج تستخدم من هذا التجينة مع التبال في رجال أقضى بل ستونة وفشك انتظر وكتشفت في مغرب وطفلقة 20 عام هذا هو سرقة للعستشف من كل هذه المغرب ، جزائرياً كان يحوظاً لهم بعد جزائر وزلير وحريفية والانتهاء المحل محل يظهر يكن لهم أنه يريدون صحاباتنا ومكسرية وتعالى التعالى ، وهنا يشيرون لكم فعلاما تقومون بات Louvain وعندما تشمع الكبير وففا كانت محابي و ففا كانت محابي هذا الشيءه هي من أفضل وما يجب أن تلك المثال ثانية المصال من 20 عام الذين ستنشر في أشهر En أستراليا في العودة فى الأفكاد ومعاميريا والمانداء المmerسيين منجمه الوارد ومنطلس سداد المنزل اما نهجب النكمل شكرا على اليوتوهور مع أجلال المنزل مع نجام العنبيين التي سنغذرنا على التدركات على المنزل ومعنى الجارة ومعنى الانجمع على محطة على المستدار ومعنزل لديو سنغذرة دائرة والجلس المبارخة لصورة الالجرياء لحسن المبارخة العجرياء عجية تحتوي على أن ترتفع وليس بالنسبة لي في السمع للنسبة لي يعود للموك يروح التموكس يفعلين كل ما يلعون ليزركم الليل اي مرموكس يقبلون من التالي لسرهم ينطلون من نجاج وليس بروس يمكنك التعالي لسيطة الفيساة لو أنك لا تفعله في المشاركة في المروقك لن تذكرون أن المروقك سيطرة في المشاركة كيفية بلونة ومممانس بارباس ومممانس بارباس وما يستطيع البعض لن يهLaدرون المشاركة من جميع المروقكين هذا ألقائي لا تكتب علي لا تكتب علي attention, parce que l'Algérie ne baissera jamais, jamais les bras tant que la monarchie existe à leur côté. C'est une croyance, c'est une religion, c'est un attachement à cette croyance de vouloir faire tomber la monarchie par tous les Algériens. Tous les Algériens n'acceptent pas une monarchie à leur voisinage. Les Seules Peuffles, les mus DOMS, les primary людей qu'ilsengroyent le stattdent dans les ne noticeable pas plus auscale du fait engue la monarchie. On ne explicitis la monarchie, non pas marcher, non interésие comme au général. Il ne sait pas qu'il y a muchísima necesario pour eux, il n'est une quelque chose dans le monde qui sera le Mythop 1, la vie à d'uppAir Stellen, le liberté à des Diana et à des structurants l'amnes. المغربية والشعب المغربي ولملوك المغرب إلا الشعب الجزائري هذا اللي تقبلها مرحبا لماذا تقبلها أدب الرسول نحن نقولها لشتيه مغير الجزائري يكونه حقدا للمغرب أو يسب المغرب أو يقل الاحترام للمغرب هذاك ممول من طرف الجزائر كان فلسطينيا أو سوريا أو عراقيا أو مصريا أو فرنسيا أو يونانيا أو أي جنس من الأجناس إلا أنه ممولا من طرف الجزائر اللي تبخيس ولي آنة المغاربة ولي تشوي السورة المغرب بالدعاية المفريا والأكاديب donc l'Algérie c'est une machine à propagande une machine à montée je sais que cette vidéo va être signalée mais هذا هو الواقع الدينا tant que les frontières sont ouvertes qu'il n'y a pas de contrôle tant que les Algériens ont le droit d'acheter des biens immobiliers au Maroc tant que les Algériens ont le droit d'avoir des privilèges sur tous les Arabes et les Africains qui sont au Maroc tant que les Algériens peuvent exercer des commerces ici librement contrairement aux Marocains qui sont en Algérie qui ne peuvent ni acheter ni biens immobiliers ni voitures ni commerces ni rien du tout c'est contrairement au Maroc tant que le Maroc il met sa sécurité sa stabilité sa pérennité en danger parce que la tâchement de toute Algérie même si l'année on en fait c'est un nâchement indéfectible à l'égard du régime Algérie c'est un nâchement c'est très dangereux c'est très dangereux de laisser les choses aller comme ça s'il y a des lobbyistes ici s'il y a des Algériens au sein du gouvernement et des Algériens au sein des institutions de l'État s'ils ont de l'influence sur les décisions de l'État sur les arrêtés ministériels ou je ne sais pas au régional là c'est autre chose il faut chercher en profondeur pourquoi pourquoi les Marocains ne sont pas au courant de tout ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie depuis 1963 et surtout surtout depuis 1975 parce qu'il y a des Marocains qui ne connaissent même pas la marche noire qui ne connaissent même pas l'exposition de 350 000 Marocains en 1975 et il y a des Marocains qui ont 30 ans aujourd'hui ne sont pas au courant ils ne savent rien du tout il n'y a ni films ni documentaires mais qu'il n'y a pas les cinéastes les moutils les moutils les moutils les moutils les moutils les moutils ils ont des films avec un budget colossal pour faire réveiller les Algériens sur un patrimoine qui ne leur appartient pas pourquoi le Maroc a ouvert les frontières pour les artisans marocains qui vont en groupe en Algérie pour transporter le patrimoine qui est la propriété de tous les Marocains pour qu'ils l'ont transporté en Algérie le Kafton Djilaba Djilaba Jabadour Belga Zillige Gabs même le Masjid l'Adam vous croyez que c'est logique vous croyez que c'est logique de laisser les artisans marocains faire l'architecture et la sculpture et les finitions à la maurese à la marocaine là c'était de grandes bêtises et la bêtise continue 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 jusqu'à quand jusqu'à quand qui est responsable qui est responsable ici au Maroc je ne suis pas en train de s'émer quoi que ce soit attention c'est la réalité il faut répondre à l'armagne et l'émer et la c'est la le la par sa و سنة قبل الإحتلال سبتوميليا ، فسنها كانت أدامة الكريا نضمتها لكي يكون لفكرة أخرى و أشدرنا الأمير أبقدر سيلوي يتلقى في شهد سابل و يقولنا لا نحن نعرفنا و العرض و الأصحارة الشرقية و برج باج المختار و أضرار و العرض و العرض و الأمور و هذا الشعب ينتبه للمغرب و الجزائر ومعادي التاريخ والكوتوب والمانسكري لإمكانك حديثة حسابة هؤلاء هذه المغربية بيستخدمين أحباً للمروكين إنه تساعد لدفع كل شيء يتساعد كل شيء في ربع سنين كل شيء يتعادل المغرب وفي ربع سنين في ربع سنين كانوا ساقلين لا تسمعوا والو أبداً تتفاقوا تتفاقوا لا تتفاقوا سهل الكثير من المغاربة في زلانجية أن نحن نحاول الاتصالات إلى البيانستخدام الرجالة لكي يقبل مشكلة البيان تفضل الملا트 على البيانستخدام المجدودين والمباحثة والمجدودين في التجارة كيف لا يدفع ذلك؟ ما يأتون؟ كانت معنا هنا؟ لا أريد من أن نعرف من نوعنا نوعنا عن نوعية الناس التي تنظر بحضورها إن طلبها تغادرنا عن نوعية الناس لأينا لا، ما يكتل حيث إلى بعض الأساس ما يقلت سوى البيانستخدام الأحد لم يقلقوا أنهم قتلوا هذا السعيد. لا يتحدث عنهم. سيد المجدود من السعيدة. لا يتحدث عنهم. لا يتحدث عنهم. كيف يحدث عن ما يحدث عن أجلنا المجتمع المغربي؟ هناك المجتمع المدني المغربي. هناك الأحزاب. هناك البرلمان. هناك هذا بن كيران. هناك هذه المنافر الإعلامية الدينية التي تحضر لهم. أنهم يتوخبوا لنا المجتمع المغارب وخيرة مرتب للأسراء ويشهدهم. من التجاريب الأسراء ومشعب البداية الأدواء. لأن العالمية الاخرية من المغربي ومجتمع لعضل القرى ثلاثة من العرب. وهناك يتحدث عن أجلنا المغربي. ولتنسبة للحصول في المعركة الالدو مستطع للقادرة والاستمرار والذلك لن يمتلك المعركين على مجتمع الخلفية. لا يتحدث عنه كامل الملك. Bizim بأسن الله أنه يريحنا. طيب الله تعالى اللي عرف اللي نبقل هاتشي كامل اليوم رحنا كنسمعو اليوم عادلين كنتل الدو كنتشوهو معاشنو تصريحات اللي كن كيقولهم alors réveillez-vous avant que ce soit trop tard on ne veut ni garder rien du tout on veut sauvegarder notre patrimoine notre histoire notre identité notre intégrité territoriale et aussi la dignité la dignité le respect de la monarchie de nos rois et aussi de toute la population marocaine c'est tout ce qu'on veut prenons l'eau السلام عليكم